قدمت أستراليا تسهيلات بتمديد مدة إقامة المزارعين والعمال وذلك في إطار خطط حكومية لمساعدة المزارعين على سد النقص في الوظائف على الرغم من تسهيل تأشيرة الأسترالية الخاصة بالأعمال الموسمية إلا أن رئيس الوزراء سكوت موريسون استبعد بشكل قاطع الدعوات إلى إلغاء الضريبة على هذا النوع من الزوار لجذب المزيد من العمال الأجانب